السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخباركم يا جماعة الخير اقسم بالله اشتكتلكم كيفكم أخباركم تقريبا اجي الحزر الوضع نضايل هيك شوية تعديلات اهم شي الصوت تمام الصورة تمام هذا اهم شي هلا هاي الفترة كتير شفت إعلان ليز كيف سي كيف سي ليز ليه ما نجرب الليز نجرب الليز بدي أطلب هون ليز بالحار أربعة مثلا دينار ليز و منروح على أربعة قطعة العادي الليز هاي اللي بدنا نجرب عشانها منقرينها بالحارة عادي و لا تسلنا على تويتر ونغمش تومها و غيره شفت الله ملحوظة السخن بسرعة طبيد الطب استنى الركل يا جباعة أنا هون والدرايفر هون المفروض يرن علي أو يرن على الباب حلال عافية عافية انا وصلت عند أمار الدكتة اوه اوه شجعان كل سلو التوميت وستر الحار دبيسة كتشاب هاي العادي و هاي الليز ندوء العادي الليز فيها طعم بهار شوي زيادة قرمشة شوي زيادة حاسس بالفرقس بس مش الفرق الكبير واحد من أقوى الكوليسلوف للمطاعم بتعطي الكافسي التوستر سندويشة خفيفة لطيفة تجلخها مائة مع دومة توستر زاكي الكافسي من المطاعم ياما في المطنع بس اذا اجا سخن زي هيك تستمدع يعني تب الموضوع اذا احب تجرب من باب التجربة تجرب بس اذا احس انك هتلاقي اشي تاني لا هو نفسه مع الأسعة بغارات اوهي فيها شيبس ليز انهاي ما نكون شايفها شيبس ليز بالخلطة موسيقى نتفق لما يجيك الكافسي بأحسن حالاته هو من أفضل مطاعم لفرايد الشيكن بنظري 11 ربهار ما حدا قدر يجيبهم تشوفوا لهاللومة حط تومي كونسلوف بادادا كونسلوف لسيس الحمدلله ايوه اكل واحد حس حاله اكل كيف سين صار عن نوحي انتظرونا في الحلقة الجاي وما تنسونا من اللايك والشير والسبسيكرايب واذا عجبتكم الحلقة اكتبوا لنا تحت في الكومنتات بينا بينا ليس السلام